إذا متابعنا كرام في هذا الخبر العاجل والمهم خلال 48 ساعة الماضية قامت الطائرات المصيرة المغربية بتدمير آليتين تابعتين لمرتزقة البوليزاريو رباعية الدفع القصف الأول كان في شمال موريطانيا تحديدا في عين بنتيلي أقرب نقطة موريطانيا إلى الحدود مع المغرب السيارة الأولى تم تدميرها وقصفها في هذه المنطقة ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل والسيارة الثانية متابعنا كرام تم تدميرها في المنطقة العازلة بعد دخولها لأمتار قليلة جدا داخل المنطقة العازلة تم قصفها وهي بالأساس أيضا كانت قادمة من شمال موريطانيا إذن عدنا آليتين متابعنا كرام تم تدميرها خلال 48 ساعة الماضية هوليك وقتل كل من كان في هاتين السيارتين من عناصر مرتزقات البوليزاريو بطبيعة الحال سوف ننتظر أن نرى الحصيلة ديال الهالكين وتسريب الصور والأسماء كما العادة وكما اعتدنا دائما إذن متابعنا كرام كما أشرته سابقا وكما أجدد الذكر فإن كل المحاولات دين مرتزقات البوليزاريو باش أنهم يقوموا بالتسلل إلى المنطقة العازلة من داخل الأراضي دين شمال موريطانيا سوف تبوء بالفشل ومصيركم سوف يكون الهلاك والإقبار والتبندير ولا شيء آخر غير ذلك فإن كانت العملية ديال القرقرات حرمت عليكم المنطقة العازلة كما نعرفها اليوم وأصبحت منطقة محرمة فإن شمال موريطانيا هو الآخر سوف تصبح مناطق محرمة على مرتزقات البوليزاريو اللي كانوا قبل العملية ديال السمارة الإرهابية كيدخلوا لها كيفما يبغوا ويتجولوا في شمال موريطانيا كيفما يبغوا راجع هذا بالأساس بطبيعة الحال إلى ضعف المراقبة دي الجانب الموريطاني لكن بطبيعة الحال على إثر المفاهمات والتفاهمات لكن ما بين المغرب وموريطانيا سوف يتم ضبط الشمال الموريطاني وقصف وتدمير وإقبار وهلاك أي عناصر ديال المرتزقات البوليزاريو يجبون مخيمة الدولو العار في تندوف وقدخلوا لها الشمال الموريطانيا باش يقوموا بعملية إرهابية ضد المملكة المغربية إذن خلاص الموضوع متابعينا الكرام عفوا فإنه تم تدمير آليتين خلال 42 ساعة الماضية وهلي كواقص لكل من فيها في انتظار أن يتم تسريب الأسماء والصور ديال الهالكين وسوف أكون معكم طبيعة الحال مع كل المستجدات في قادم الساعات متابعينا الكرام أراكم في فيديو قادم